موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار من تلفزيون شاد وفيها تتابعون سافير الجزائر في ليبيا ينجو من محاولة الخطاف والجزائر تغلق سفارتها وقنصليتها في ليبيا رئاسة الجمهورية تعتبر تقييد العهدات تكريسا لتداول الديمقراطية بعد ان استغل فتح العهدات لتمرير عهدتين اخر ايين لبوتفليقة سياسيون وقانونيون يصفون مسودة تعديل الدستور بغير العميقة وفي النشرة ايضا تتابعون خالد بوصيف نموذج لضحية تبليغ عن ملفات فساد واختلاس في البيض نجا اذا السفير الجزائري بالعاصمة ليبيا ترابلوس يوم الاربعاء من محاولة الخطاف من طرف مسلحين مجهولين بمسكنه الكائن بحي قرقارس وسط العاصمة الليبية ترابلوس قرب مقر السفارة الجزائرية وفق ما صرح به السفير نفسه وكان السفير قد اتصل بالخارجية الجزائرية فجر امس الجمعة رفقة الملحق العسكري بسفارة الجزائرية وديبلوماسي اخر بعد مساعدة من القوات الامنية الليبية الرسمية التي امنت طريقهم الى مطار ترابلوس للعودة الى الجزائر وكانت الخارجية الجزائرية قالت انها تلقت اشعارات قبل نحو شهر بامكانية استذاف البعتة الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا من طرف مسلحين حسب معلومات توفرت لدى الاجهزة الامنية الليبية من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الجزائرية اغلاق سفارتها وقنصليتها العامتين في ليبيا مؤقتا بسبب تهديد الدبلوماسيين والعوان القنصليين هناك ويرجح مختصون ان تنظيم القاعدة في ليبيا او جماعات مسلحة تنشط بحتا عن الاموال والفدية تقف وراء استهداف البعتات الدبلوماسية بينما يشير البعض الى علاقة ذلك بموقف الجزائر المعادي للتغيير في ليبيا بعد ان ساند نظام الجزائري نظيره الليبي في عهد القذافي ضد مطالب الشعب الليبي السلمية الداعية لاسقاط نظام القذافي ويذكر ان سفارة الجزائر بطرابلوس تعرضت في اوت 2011 الى سطو مجموعة من الاشخاص استولوا على عدد من السيارات التابعة للبعتة في طرابلوس بعد ست سنوات من فتح العهدات الرئاسية بعد خرق فاضح للدستور ساهم فيه البارلمانيون عام 2008 جاء مقترح الدستور التوافقي المطروح حاليا ليقيد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة لتجديد مرة واحدة وقد بررت رئاسة الجمهورية تقييد العهدات بعد فتحها بدسترة وتكريس ثقافة التدول الديمقراطي على الحكم ويعود دستور الى تحديد عدد العهدات الرئاسية باثنتين فقط ليتناقض مع مواقف عواني السلطة والموالين لها الذين زكوا فتح العهدات سنة 2008 بالقول ان تقييد العهدات سنة 1996 كان فعلا غير ديمقراطي املته ضغوط خارجية على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري بل اعتبروا فتح العهدات اهنذاك ضمانا لحرية اختيار الشعب لحاكمه استغل ذلك لضمان ترشيح بوتفليقة لعهدة ثالثة بما يوحي بان لكل رئيس دستورا يحاك على مقاسه ويتساءل مراقبون ما عساه يكون موقفهم الان هل بوسعهم تكرار نفس الذرائع التي تم بمجيبها فتح العهدات لانتقدوا تقييدها هذه المرة ايضا ام انهم سيبتكرون ذرائع اخرى لتبرير هذا التعديل المعاكس رغم اشارة مسودة دستور لعودة العمل بنظام العهدتين الرئاسيتين واعطاء بعض الصلاحيات لغرفتي البرلمان فان التعديل لم يقنع الطبقة السياسية وخبراء القانون الدستورية ولا حتى الاوساط الاعلامية بعمق المراجعة الدستورية التي وعد بها رئيس بوتفليقة في خطاب القاه في افريل 2011 وايضا في كلمته بمناسبة ادائه اليمين دستورية فالتعديلات المخترحة لم تتطرق الى طبيعة النظام السياسي وذلك يكرس النظام الرئاسي القائم كما تجاهلت التعديلات اعادة النظر في صلاحيات الجهاز التنفيدي والسلطة التشريعية وتغيير طبيعة النظام السياسي مع تحفظ كثيرين على هوية الشخص المعين احمد او يحيا من قبل رئيس الجمهورية لادارة المشاورات ورغم اقتراح احزاب المعارضة اقامة النظام برلماني في هيئة الحوار السابقة التي قدها رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح قبل نحو سنتين بناء على اعتقادها ان النظام الرئاسي لا يقود الا الى نظام ديكتاتوري الا ان هذا المقترح لم يجد اثرا في المسودة وتطرح التعديلات تساؤلا حول الالية التي سيتم الاحتكام اليها في اقرار الدستور الجديد بين الاكتفاء بعرضها على غرفتي البرلمان او عرضها على الجزائريين للاستفتاء عليها مع توقعات بان البرلمان الحالي هو من سيقرر مصير الدستور المعدل رغم الانتقادات التي تطعن في شرعية غرفتي البرلمان مثل مقاطعة المعارضة لجلسات المجلس الشعبي الوطني طعنا في مستقيته واتهامات بتوظيف رشاوة في انتخابات التجديد النصفية للغرفة العليا للبرلمان خالد بوصيف عضو المجلس الشعبي البلدي في بلدية بنود بولاية البيض وهو طبيب ينتمي الى التجمع من اجل الثقافة وديمقراطية منتخب في المجلس منذ سنة 2007 قضى تسعة اشهر ويزيد وراء القضبان بدأ ان ابلغ عن فضائح فساد في بلديته وخلال عهدة واحدة في المجلس عامل بوصيف على مكافحة الفساد والتبليغ عما سماها ممارسات مافيوية وكشف عدة ملفات فساد مثبتة احتفل بها لديها عندما شغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدية بين سنتين 2009 و2012 كفاح بوصيف كلفه متابعة قضائية بعد تلقي محكمة البيوض رسائل مجهولة المصدر تتهمه بممارسات يقول ان لا اساس لها من الصحة بينها تفريط في ثقة الادارة وتسريب وثائق ادارية من المجلس هي في الحقيقة وثائق تثبت تهم الفساد في منطقة بنوض لكن مستاذ فيه نجح في متابعته قضائيا بتورط من وكيل الجمهورية حسبه بوصيف انذر الولاية بالتحقيق في قائمة مستفيدين من عقود عمل ب120 مليون سنتيم عينوا من بين اقارب واصدقاء المنتخبين المحليين لم ينجز اية مهمة باعتراف من رئيس الدائرة ومسؤولين عن العمال كما ابلغ عن اختلاسات سجلت في اطار مساعدات حكومية استفادت منها البلدية بعد فايضانات اجتاحت المنطقة في اكتوبر 2008 لكن جهات عدة اعتبرت ان التبليغ ليس من صلاحيته وان ستة من افراد عائلته استفادوا من المساعدات ولولا تدخل بوصيف حسب قوله لوقع عقد بثلاثمائة مليار سنتيم لشراء 30 حافلة بقيمة 10 مليار سنتيم للواحدة خالد بوصيف يقول ان حملته لمكافحة الفساد مستمرة بعد انهاء مهامه ويرفض قبول مصالحة مع وكيل الجمهورية في محكمة البيوت سيد الشيخ الذي يحمله ايضا مسؤولية مأساته انتهت هذه النشرة قدمناها لكم من تلفزيون رشاد هذه في النهاية مختارات كاريكاتور اليوم انتقيناها من مختلف الصحف الوطنية يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة البث الحي للقناة ومتابعة برامجنا المسجلة يمكنكم ايضا زيارة صفحتنا على فيسبوك ومراسلتنا عبر بريد القناة بصفر الاحداث من حولكم كذا باختراحاتكم ودعمكم الحيوي طبتم وإلى اللقاء